تعالوا نجيب مع بعض عن جانب من الأسئلة اللي وردت على صفحة البرنامج صفحة فتاوى الأخت هبة العشري بتقول السلام عليكم شيخنا الجليل انت وفريق العمل الرائع جزاكم الله خير يا هبة أريد أن أعرف نحن نعرف من كتاب الله عز وجل أن الله عصم الرسول صلى الله عليه وسلم أنا بس عايز أن أبيك يا هبة أن كلمة صلى الله عليه وسلم لا تكتب صاد زي مجاني في السؤال لا تكتب صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل عصم الرسول صلى الله عليه وسلم من الناس السؤال بقى فكيف استطاع الناس سب الرسول وإيذائه وقذفه بالحجارة حتى سال الدم من قدمه الشريفتين صلى الله عليه وسلم لا دا نهاء أزيدك من الشعر بيتا دا هم كسروا لدي دخل المغفر في وجنته وكسروا رباعيته وحاربوه وفعلوا ما لا يتخيال عقلي تعالي أفسر لك حاجة بص يا هبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال له والله يعصمك من الناس بس الآية دي نزلت فين الآية دي نزلت في المدينة لما كان الصحابة بني يكريمك كده ويرزقك بزيارة مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيتناوبوا على حراسة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول والله يعصمك من الناس لحد ما نزلت الآية دي حتى فيه استوانة فيه عمود كده في الروضة الشريفة اسمها استوانة الحرس يعني استوانة الحرس العمود الاستوانة يعني العمود يعني فالعمود ده أو الاستوانة دي كان اللي بيحرس النبي صلى الله عليه وسلم بيقعد تحته لحد ما نزلت الآية دي فالنبي خرج قال لهم بتعمله قالوا له قاعدين عشان نحرسك قال لا ربنا بيأمر بقى ان انتو تمشوا لانه قال الله تعالى والله يعصمك من الناس فقبل ذلك ما كانتش الآية دي موجودة وكان بيقع إيذاء شديد على النبي صلى الله عليه وسلم وزاد إيذاء قريش لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه وكانت قريش وغدى خط أحمر كده في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدرش يتقرب له ما تقدرش تعمل له أي حاجة طول ما عمه عايش لحد ما توفي عم النبي وفي نفس العام اللي توفي فيه توفيت خديجة رضي الله عنها أرضاها وسمي العام بعام الحزن من أجل هذا سمي العام بعام الحزن وكانوا بعد كده بيوقع الأذى برسول الله عليه الصلاة والسلام فيبقى والله يعصمك من الناس دي آية نزلت في المدينة والإيذاء اللي انت بتقصدينه كان في مكة وكان في الطائف وكان في غزوة أحد دي حاجة حاجة تانية الإيذاء ده كان إيذاء بينزل على جسد النبي صلى الله عليه وسلم علشان نتبين الصبر والتحمل اللي كان فيه عليه الصلاة والسلام طيب الساب بقى ييجي سيدنا يقول عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون كيف صرف الله عني أذى قريش فكانوا زعلانين جدا حتى الصحابة يعني كان سيدنا أبو بكر زعلان أوي وكانوا يقعدوا يتكلموا كلام ما أنزل الله به من سلطان على سيدنا النبي فيروح سيدنا أبو بكر يزعل ويقول لسيدنا النبي ألا ترى ما يقوله قريش ألا تسمعوا يا رسول الله زعلان ده مفاير فيقوم سيدنا يمتص الغضب من قلوب الصحابة ويهدئ من روع الصحابة ويقوم يعمل ايه يقول كلام رائع جدا يقول ألا تعجبون كيف صرف الله عني أذى قريش يسبون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم هم كانوا بيسموا سيدنا النبي اسمه محمد فتقوم مرات أبو جهل عليها لعنة الله أبو لهب ومراته وأبو جهل وهؤلاء فربنا ينزل في القرآن وكانت أم جميل أم قبيح دي كانت تروح تقول مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا فيقوم يقوله مذمما بدل ما يقوله محمد فالصحابة يزعلوا فيسيدنا النبي يقول لهم ألا تعجبون كيف صرف الله عني أذى قريش يقوله إزايد هؤلاء مذمما يقول لهم طيب يسبون مذمما وأنا محمد هم السبب ينصرف لمن زي الراجل اللي طلع وعمل رسوم بالكاريكاتير وقال لك دي لرسول الإسلام لا هذه الرسوم لا تنصرف لرسول الإسلام أبدا هي تنصرف لواحد منهم لواحد من الناس دي للي ضربوا هرشيمة ونجا زاكي للي اخترعوا القنابل الذرية ورموا بها البشر المساكين الغلابة للي أتلوا الهنود الحمر للي قاموا بالفتن في ربوع الأرض آه الصور دي لهم هم آه إنما رسول الرحمة ورسول الإسلام مستحيل دي تنصرف لهم فيبقى السبب واللعن دا ما كانش بينصرف لسيد النبي عليه الصلاة والسلام كان بينصرف لمن هو له أهل وبعدين يا هبة ما تزعليش كل قناء بما فيه ينضح في الحلقة اللي فاتت بتلكوا إنه أي واحد بيلعن أي حاجة اللعنة تصعد للسامة السماء أفلى بابها في وجه اللعنة دي ترجع الأرض الأرض أفلى بابها تاخد يمين ما تلاقيش مكان تاخد شمال ما تلاقيش مكان ترجع لللي تلعن هو لعن إيه لعن شخص فإن كان الشخص أهلا لللعن وقعت على هذا الشخص وإن لم يكن أهلا لها رجعت إلى قائلها فما تزعليش السبب دا بينصرف إلى شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم